ماذا عن الاسم أحمد؟ ماذا عن الاسم؟ دعنا نتابع هذه الصورة هل تعلم أحمد أن كثير من المتحورات ظهرت وحدثت بالفعل وأصابت أناس كثر ولم نسمع عنها؟ فلنبدأ مثلا طبعا منظمة بابتداء أن تشرح لنا هذه الصورة سأقول هذه ماذا؟ طبعا منظمة الصحة العالمية حتى لا تثير السخرية أو تثير حزن الدول أو توصم بعض الدول بظهور المتحور فيها قالت لن نسمي المتحور باسم البلد سنسمي كل متحور بحرف يوناني من الحروف القديمة طبعا وبالفعل بدأت تسمي المتحور الأول الذي ظهر متحور ألفا هذا المتحور ظهر في بريطانيا وصنف مثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية لها بعض التصنيفات بشأن خطورة هذه اللقاحات طبعا مثير للقلق يعني يجب متابعة هذا اللقاح هذا المتحور وأنه مقلق لأنه قد يكون سيري انتشار أو أكثر فتكا أو هكذا هكذا كان ألفا هكذا كان ألفا المتحور بيتا هذا طبعا ظهر في جنوب إفريقيا كذلك وحتى الآن مصنف أنه مثير للقلق المتحور جامع ظهر في البرازيل وكان أيضا عليه كثير من الكلام وكان أيضا مثير للقلق أما طبعا المتحور الدلتا الشهير ظهر في الهند وما زال من المتحورات المثيرة للقلق ملخوظ أحمد كل هذه المتحورات ظهرت قبل الفكسين قبل اللقاح وهذا يضحط أصحاب نظرية المؤامرة أو يمكن أن يكون رد لأننا لا نستطيع أن ننفيه أو نسبة شيء هذا يعني يمكن أن يكون رد أنهم يقولون أن اللقاحات هي سبب المتحورات لا هذه المتحورات ظهرت قبل اللقاحة إذن وصلنا المتحور دلتا وهو ظهر في الهند وهو مثير للقلق مصنف من قبل منظمة الصحة العالمية كذلك متحور إبسلون ظهر في الولايات المتحدة في كاليفورنيا تحديدا وضعته منظمة الصحة العالمية في درجة أقل أنه تحت المراقبة إبسلون وحذفته من المتابعة في يوليو الماضي كذلك متحور زيتا ظهر في البرازيل وهو أيضا كان تحت المراقبة وأسقط من المراقبة في أغسطس الماضي يعني جاء ومر ولم يسبب أي شيء المتحور إيتا كذلك ظهر في عدة دول وبقي تحت المراقبة حتى الآن المتحور سيتا تم تجنب هذا الاسم حتى لا يختلط مع زيتا المتحور يوتا ظهر في أمريكا وما زال تحت المراقبة كذلك المتحور كابا ظهر في الهند وهو تحت المراقبة المتحورات البقية أحفظها لامدا ظهر في بيرو وأيضا كان مثير للقلق وما زال حتى الآن مثير للقلق المتحور مو كذلك ظهر في كولومبيا مو مثير للقلق وطبعا تم تجنب المتحور نو وزي لأنهما مرتبط بمقاطعة في الصين واسم الرئيس الصيني وغير ذلك ونو بدل الإختلاط مع نو كلمة نو الجديدة فبالتالي ظهر أوميكرون وظهر المتحور الأفريقي إما في جنوب أفريقي أو بتسوانا وهو مثير للقلق على طول صنافاته منظمة الصحة مثير للقلق بسبب أنه متعدد التفارات وبالتالي لدينا سبع متحورات من بين حوالي 12 متحور مثيرة للقلق وحوالي 3 أو 4 متحورات لم يعدوا تحت المراقبة أو لا يلقوا أي اهتمام وبالتالي يمكن أحمد أن أنهي معك إن كنا وصلنا للنهاية أن أسألك هل تتوقع اسم المتحور الجديد إذا حدث لقدر الله أنا على ما يبدو بدأت أن أتعلم منك فنحن سنكون بعد ذلك في باي في هذه النقطة في هذا المراقب باي رو سيجما إن شاء الله لا نصل لذلك نتمنى أن نصل لباي وبعدها نقول لكورونا باي باي إن شاء الله أنت ذكرت لي أنهم يعني بعض الأسماء كانوا يتحسسون سياسيا أنت تعلم تأكيد أن البعض يعني حتى بما بالدعابة كان يخلطون بين ميكرو ومكرو وإسم الرئيس الفرنسي يبدو أن الفرنسيين ليس لديهم حساسية في هذه الأمور لكن ببساطة شديدة الأسماء تعود إلى كما ذكرت أنت آنفا لمسألة الحروف اليونانية حتى نستطيع أن نعلم ببساطة شديدة ما الذي سيكون ولكن أيضا الجيد أن ليست كل هذه المتحورات لم نسمع عنها بمعنى ذلك أن هناك قصة التحور في الفيروسات طبيعية وبالعكس العلماء يقولون أن التفارات والتحورات قد تضعف الفيروس ولكن في بعض الأوقات ممكن أن تعطيه بعض القوة والتحايل